طبعاً يعني حضرتك شرفتنا ونورتنا وسعداء جداً جداً بوجودك معنا آآ أخيراً حلاك أهلاوي اللي أنا عارفت إن حلاك أهلاوي جداً ويعني ولعبت برضو مع مجموعة من الأهلاوية آآ بس لعبت شوا해 في الترسانة لعبت شوا해 في الترسانة بس شواه في أجبال كده في الأجبال وحلاك سواه بس لكنك أهلاوي طبعاً طبعاً تحب النادي الأهلي طبعاً ايه رأيك في النادي الأهلي إلى الأيام دي؟ الناد الأهلي بلاش في سياسة لا لا دا كورا لا ما يكلف بسي كده هخش في سياسة لا لا فريق في الفريق طبعا الناد الأهلي مش عجبني فترة خيرة طبعا طبعا مش هو دا ما مش هكيب قولك مش عايز يتكلف السياسة لا يا فنم براحتك ليه لا يا فنم منعك الناد الأهلي أفضل من كده كتير مفروض ومكانته محتاج شوية تتزبيط شوية في هتحصل إن شاء الله فترة جالفاتف كان فيها إجهات كبير جدا أنا ما بقى أنا مش دي كلمة الإجهات عشان فنم مش متعودين على الإجهات ما بقى أترفش بيها في صراحة هو النهاردة بفروض هو طبعا الكورة يعني ما بالعكس أنا النهاردة لما الدور يروح الزمالك كويس يبقى يبقى غيرنا ما نحايا كده يبقى فيها ايه مش معقول حكيب كل أهلي ليه يا فنم بقى احنا دايما عايزين نكسب على طول طبعا طبعا لكن لكن النهاردة لا الزمالك لو لقعب كويس أو أي نادي في مصر يلعب كويس ويستحق طبعا ما احنا عايزين كده مش حاجة طبعا ده كده بيرفع مستوى القهن بيرفع مستوى الكورة في مصر طبعا وده الهدف طبعا يعني النهاردة فيه منافسة بالأندية كل ده بيرفع المستوى العام للكورة في مصر وده في الآخر يبقى الفريق القومي فهو ده وهو ده اللي عايزين نشوفه بقى في الماتشين اللي جايين في منتخب مصر مع منتخب ليبيا وإن شاء الله احنا بصراحة مين هيك سبب من منتخب مصر ومنتخب ليبيا واخد بالك المتخب جايين السهل لا لا فريق كويس منتخب جايين لا يا رائع بس فيه ناس ممكن تستقل لا المتخب ليبيا فريق كويس أوي أوي ولعيب الكورة وبحب الكورة جدا طبعا عشان تبقى طبعا فهو وزاقت بقى انه بيلاعب منتخب مصر بيبقى بيبقى فيه نوع من أنواع شمال أفريق كده فيه شرط تخون بيبقى بالزبط بيبقى فيه نوع من أنواع لتلقى حافز لي لكن نتمنى إن شاء الله الماتش يطلع كويس وتطلع نتائك إن شاء الله لصالح للعب كويس إن شاء الله بإذن الله يا رب أفندي حالك شرفتنا ونورتنا ودايما بنبقى سعداء بوجودك معنا ويعني أنا عارف إن حكاوي وقصص حرب أكتوبر ده ممكن نقعد يعني كتير جدا نسمع فبنشكر حضراتك إن حكيت معنا النهاردة وسعداء جدا بوجود حضراتك معنا شكرا جزيلا يا رب أفندي